ثم هذا السلطان أحباء مش لأنه طبيعته ومن كيانه وفي شخصه كملك وكابن الله الأزلي يقول الكتاب تبرهن يعني تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات فالقيامة أعطت مصداقية لشرعية يسوع المسيح ثم هذا السلطان بجدارة يعني باستحقاق وفرضا أنه ملك معروف لكل الناس وأراد أن يتواضع وأن يترك القصر وينزل بين الناس يغير ملابسه إذا كل الشعب فلاحين لبس لبس الفلاحين وهل هذا يغير من طبيعته كملك ثم فرضا أنه هذا الملك هو أيضا رئيس جيش فهو منتصر ولكن بما أنه قائد جيش وكان في حرب وانتصر على الأعداء فأيضا يعني بجدارة لأنه ابن الملك ولأنه ملك وبجدارة استحق أن يأخذ اللقب المنتصر لأنه بجدارة كسب المعركة وانتصر على الأعداء هكذا يسوع المسيح جاء إلى أرضنا علم تعاليم بهتة الجماهير من تعليم الفائق بسلطان وقد رأوا معجزات الخارقة الأعمال التي لم يعملها أحد ولقد وقفوا أمام شخصية عظيمة أخلاقية أدبية الذي تحدى العالم وقال من منكم يبكتني على خطية لم يجدوا فيه علة لم يجدوا فيه خطية بشهادة الأصدقاء والأعداء أيضا فهو الكامل القدوس البار بلا خطية فإذن يستحق لأنه عاش حياة كاملة مقدسة طاهرة بلا خطية عاش بكمال ولأنه بجدارة كما تنبأ يسوع الغرض أنه جاء ليصلب ثم وجه وجهه وثبت وجهه نحو أورشاليم ولم يخاف من الصليب ووقف أمام بلاطوس لم يتردد وصلب يسوع المسيح ودفن وقام وصعد إلى السماء وأرسل الروح القدس وسوف يأتي ثانية فإذن هذا السلطان بجدارة ويحق للمسيح أن يقول كما قال في المأمورية العظمة دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض ليس فقط لأنه خلقنا والحافظ والمهيمن ولكن لأنه فدانا وأكمل عمل الفداء الكامل بموته على الصليب وقيامة من الأموات فبجدارة أرسل التلاميذ وبجدارة استحق هذا السلطان اللي هو من حقه الأزلة ولكن حصل عليه بجدارة لأنه أكمل عمل الفداء أكمل عمل الصليب اشتركوا في القناة